إذا كان هذا ستار كونيكشن رح يكون عندي كباسيتر 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 متساويين كمان الثلاثة نفس الاشي فهدول الثلاثة متساويين بالفاليو نفس الفاليو فهي الثلاث تيرمنالز تابعون وهدي عندي هون 400 فولت هايو 300 فولت 50 هيرتز هذول الثلاثة متساوية هلا مين الكارنت اللي نفسه رح يضل 12 ف12 امبير رح يمشي زي ما هو في حين هون 12 ما كان نفسهم شيك لان هاي دلتا كونيكشن هون ستار كونيكشن فهون عندي 12 امبير هون رح يكون عندي 12 امبير وطبعا 12 امبير في الثلاثة حالات كلها شوفوا الكونفينشن تبع الكارنت كيف رح ارسمه بس طبعا هم هدول بينهم زوايا 12 لانه بصيرش اجمع 12 و12 يعطيني واضح فاهمين مش رح لو جمعت 12 لازم يكون هدول هم زوايا لو بدنا نكون دقيقين شو رح تكون زاوية الاول مثلا ايه الفولتج زيرو الفولتج من هون رح يكون زيرو هلا رح يصير هدول المهم بين هذا وهذا رح تكون الزاوية 120 هذا لاجين هذا ب120 وهذا لاجين هذا ب120 اوكي هلا بهمني الفولتج اللاين فولتج 400 اذا اذا اديش رح يكون الفيز فولتج اذا في سي بساوي الفيز بساوي في لاين على جذر التلاتة اللي هو اربعمية بصير 230 فولت اي سي بشيك انه زد سي بساوي واحد على جي اوميغا سي ويساوي ماينس جي تلاتمية وتلاتين على على اطناعش ايه ميتين وتلاتين ميتين وتلاتين على اطناعش تساطاش وربع اوم هاي ماينس جي من هون فبيصير انه واحد على اوميغا سي بساوي ناينتين بوينت تو فايف اذا سي بتساوي ناينتين بوينت تو فايف في تلاتمية واربعة واحد على شكرا شكرا شكرا